قالوا بقى نختم الجزء الأول من حلقتنا النهاردة بخبر لطيف جدا بل هو إنجاز يمكن تاريخي غير مسبوء حققه المنتخب المصري لرفع الأفقال تحت سن 17 سنة فعلا إنجاز كبير جدا عايز أقول لحضراتكم تفاصيله بالزبط يعني عشان حتى الأسماء متوقعش منهم أولا الكلام ده يعني اللي أقول لحضراتكم عليه حصل في بطولة العالم للشباب في المكسيك حصل المصري محمود حسني السيد على تاني أفضل لاعب في البطولة لأنه حقق ثلاث ميداليات ذهبية وده طبعا إنجاز كبير جدا كمان حصلت اللاعبة رحمة أحمد على المركز الرابع كأفضل لاعبة على مستوى العالم شيء مشرف وبكده وصل رصيد منتخب مصر لرفع الأطقال في بطولة العالم لرفع الأطقال في المكسيك إلى 14 ميدالية ما بين 6 ذهب 5 فضة و 3 برونز وطبعا ده إنجاز هايل بكل مقيس وبيؤكد أن رفع الأطقال المصرية بخير وأن المستقبل إن شاء الله لهؤلاء اللاعبين لرفع عالم مصر في بطولات القرية والدولية والأولمبيا المقبلة هيكون إن شاء الله مستقبل باهر بنستقبل يعني بنتمنى لهم كل التوفيق والمزيد من النجاحات